اعزائي المشاهدين مساء الحب والسعادة على اجمل جمهور ومتابعي برنامج قضايا واسراء وزي ما تعودنا ان فيه في كل حلقة انا بقدم لكم رسالة عبارة عن كابسولة السعادة والكابسولة النهاردة بتقول انت الوحدك اللي بتملك ريموت كنترور حياتك فلازم علشان تثبت التردد انك تكون ناجح واللي انت عحابب انك تكون عليه لازم تعزي ثقتك بنفسك وحافظ على اجمل ما فيك من الابتسامة وصفاء سررتك ونقائك وحبك للخير للكافة الناس وللبشرية عمتها لازم تكون قوي وما تكونش هش وضعيف وفي بداية برنامجنا بسالة شكر وتقدير من كل اسرة برنامج قضايا واسراء لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد والزعيم الذي غير سورة مصر في كل انحاء العالم وعادة وجعلها شامخة عالية في كل انحاء العالم ببطولاته وريادته بمواقفه البطولية لبناء مجتمع قومي فاصل ونرجع لكم تاني ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا ديوفنا الكرام الاستاذة حنين احمد المتحدث الاعلامي باسم الاكاديمية الاوروبية ومهندس اشرف المدرب المعتمد لدى الاكاديمية الاوروبية بداية استاذة حنين بما انك المتحدث الاعلامي للاكاديمية ممكن تقول لنا دور الاكاديمية ايه في تفعيل الخدمات البحسية والاستشعرات التعليمية تمام نبدأ ايان اول حاجة الاكاديمية كان لها رؤية معينة الرؤية دي من خلال انها بتحاول على قد ما تقدر انها ترتكب المحافظة من خلال الدعم الكامل للشباب من خلال كمان وفق المبادئ اللي احنا بنحطها للدولة الرؤية بتاعت الدولة اللي هي 20-30 تمام كده قامت بدورات بالنسبة للتنمية البشرية السؤال لحضرتك سألتي من سن الاطفال بدأنا من سن الاطفال من خلال التخاطب بدأنا نحن نعلم الاطفال ده الكمبيوتر الانجلش الى اخره بالنسبة للاطفال بدأنا للمداربين انتو بتبتصروا على سن معين ولا انتو بتبدأوا لا فيه دورات فيه ارشاد اشري وفيه اعداد مدربين وفيه دورات كتير عندنا منها تنمية البشرية ومنها اعداد المدربين زي ما قلت لحضرتك وكل الدورات بنقومها للشباب زي ما قلت لحضرتك بنحاول ان احنا نرتكب الشباب بالنسبة للمتطلبات اللي هم عايزة ان اي تنمية هي اساسها ما ينفعش ان احنا يبقى فيه تنمية اقتصادية او تنمية اقتماعية بدون تنمية البشرية وعلشان يبقى فيه تنمية بشرية لازم الارتقاء بالمستوى الثقافي وانتو كاكاديمية بتهتموا بالمستوى الثقافي واسراء الحياة الثقافية بيبقى من خلال دورات ندوات لقاءات مع الشباب مع مسؤولين بتحاولوا ان انتو تعملهم تكسيف وعي وخصوصا في زل مثلا زي احنا دلوقتي بنعاني من ازمة كورونا هل فيه تجاوب وتفاعل من الاكاديمية لتفعيل الدورات دي لزيادة الوعي عندي الناس ازاي يتعاملوا مع كورونا وتطوراته وابعده اه بالضبط احنا بنبدأ بالنسبة عشان التباعد والتكلم ده عشان الظروف اللي احنا بنمر بيها بنبدأ ان احنا على حسب مثلا وليكن مثلا احنا عملنا دورة لاطفول احترازات كاملة من كل حاجة سواء الدورة لو هيتتاخد في الاكاديمية عندنا اماكن بشكل كبير الاحترازات الكاملة والوقاية دي اهم حاجة عندنا ولو اضطر الامر ان احنا نعمل بعض الدورات اللي عادي مفيش اي مشاكل اهم حاجة الاحترازات طبعا عشان المشاكل اللي حاجة ومعانا ضفنا الاستاذ اشرف مدرب معتمد لدى الاكاديمية الاوروبية بما ان حضرتك تخصصك مهندس مدني ايه دورك في الاكاديمية وايه الخدمات اللي انت بتقدمها كمهندس للاكاديمية والشباب اللي بيترودوا على الاكاديمية زي ما حضرت استاذة تقدمت وقالت بالنسبة ان احنا بنرتاق بالاكاديمية والاكاديمية بتقدم خدمات للشباب كمان الاكاديمية كان لها فكرة اعداد مهندس موقع فكرة اعداد مهندس موقع احنا بنهتم المهندسين حديث التخرج اللي لم يسبق لهم العمل في الموقع ومع عندهمش الخبرة الكافية اللي من خلالها أن هم يقدروا ينزلوا سوق العمل كانت فكرة الدورة نحن نرفع الكفاءة ونديهم الخبرات اللي محتاجينها كافة الخبرات وجميع الإمكانيات والبيانات اللي تقدر ترفع مستواهم وترفع كفاءتهم في العمل فدي كانت من المبادئ الأساسية الفاظر يعني أنتم بتساعدوهم لإجتياز الحياة العملية طبعاً احنا بنجهزهم وبنأهلهم لسوق العمل بحيث أنه دلوقتي ما عندهوش خبرة لو نزل سوق العمل هيحتاج فترة طويلة على ما يبدأ أنه يكتسب الخبرة احنا بنوفر عليه الوقت نوفر عليه المجهود نيديه كل البيانات وكل الخبرات اللي عندنا طب هل كأكاديمية ممكن توفر لهم فرص عمل؟ في الخطة احنا حطين أنه يبقى فيه تعامل بيننا وبين شركات المأولات اللي مسموح فيها يتواجد فيها فرص عمل فبالتالي المهندسين اللي هيتم اكتياز الدورات بنجاح ونتأكد 100% أنه عندهم كل البيانات اللي تخليهم وتأهلوا أنهم ينزلوا سوق العمل إن شاء الله دي محطوطة في الخطة لإدارة الأكاديمية وضعها وبتشغال عليها أن هي بتعمل بجهز مبدئياً وحالياً للأول حضرتك للتنمية المستدامة في زل 20-30 اللي قام بها سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال تخصص حضرتك اللي هو الهندسة المدنية والله هو إحنا حالياً شايف الخطة هنا كمهندس مدني ممكن تقدم إيه لتطوير أو لإستعدادها للتنمية المستدامة في الفترة الحالية إحنا موجودين في صورة عمرانية كبيرة تأكيد سواء طرق أو سواء منشآت جديدة داخل المدن الجديدة كمان إحنا مصر في الفترة الحالية تمام إن شاء الله باللي بيحصل حالياً في المدن الجديدة والمدن الحديثة كلها إحنا بنرتقل دول عالمية كمان الكفاءات اللي إحنا بندور عليها أو اللي إحنا بنحاول إن إحنا نعدها بنجهزها عشان تقدر إنها تشتغل وفي الفترة الجاية ترفع من المستوى العالي اللي موجود لدى فرص الشباب اللي موجود إن شاء الله إن شاء الله أستاذة حانيقنا من أهم ارتكازات التنمية المستدامة لإرتقاء بحياة المواطن تمام؟ وتحسين مستوى معيشته وتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية قلنا إن كأكاديمية أنتوا عندكم رؤية لدعم البحث العلمي والتحفيز الابتكار لدى الطلاب ومساعدتهم على إنهما يبقى فيه أفكار بنائة تقدر تفيد المجتمع وخصوصا في ظل زي ما قلنا بنامج رؤية عشرين ثلاثين المفروض إن إحنا الرؤية سيدة الرئيس حطها اللي هو عشرين ثلاثين إحنا حطين بنود معينة اللي هو الهدف زي ما قلت لحضرتك إن إحنا نرتقي بالمحافظة على قد ما تقدر على قد ما نقدر ومش المحافظة بس بمصر عموما بكل الشباب لإن الدورات عندنا مش بتكتصر على أبناء محافظة الكفر الشيخ فقط إحنا مهتمين أكيد اهتمان بكفر الشيخ بس عندنا دعم لكل الشباب أكيد الأكاديمية بتدعم الشباب في أي حاجة هم عايزينها عشان ترتقي بيهم في المكان اللي هم عايزينها أي دورات إحنا حاسين إن هي ترتقي بالشباب هترتقي بالأهالي ذات نفسهم عشان يأهالوا الشباب لأنه طبعا عندنا في كفر الشيخ يعني معظم الأهالي شوية بيكون مكتصرين عندي على الأطفال عندي حاجة معينة لأ ما تروحش لأ ما تجيش لأ إحنا عندنا بنحاول نكسر الحاجز للأسر دي نعيه علشان نرتقي بالأطفال إلى أبعد الحدود ومش الأطفال بس زي ما قلت لحضرتك للشباب وللأباء والأمات علشان نحقق التنمية المستدامة في كل حاجة إن شاء الله أستاذ أشرف إيه الرسالة لحضرتك ممكن توجهها للشباب وخصوصا في الفترة اللي إحنا بنعيشها دلوقت إن في حالة من السلبية عند الكثير من الشباب وخصوصا في ظل وباء كورونا إيه الرسالة الإيجابية اللي تحب توجهها له والله هو إحنا في الفترة دي إن إحنا نستجل لها سواء في الدراسات أو في إن إحنا نقدر ناخد طورات إن إحنا نوسع الأفق بتاعنا شوية عشان يسمح لنا إن إحنا ننافس العالم الموجود ده كله وخصوصا في ظل التنمية المستدامة طبعا يعني كمان إن هو يبقى دعم البحث العليل وكمان النظرة اللي عملها رئيس الجمهورية والحكومة بتدعم كده بتدعم ده دايما هم بيحسونا على البحث دايما هم بيحسونا لإن بدون البحث بدون التطور لازم مش هنرتقي إحنا لا عايزين نرتقي بالدولة وعايزين نرتقي بأنفسنا فده دورنا للوقتي إن إحنا نبدأ نجهز نفسنا ونستعد كمان عشان الفترة اللي جاية هتبقى فترة محتاجة قيمة على البحث والتكنولوجيا فده أسهل بيننا الوحيد في الفترة الحالية إن إحنا نقدر نستغلها نبدأ إن إحنا نجهز نفسنا كويس سواء بالمعلومات سواء إن إحنا لو فيه دورات نقدر ناخدها ناخدها نقدر نعمل سرش على نوصل للمعلومة الأساسية ومن خلالها إن شاء الله نقدر نحق أهداف الدولة بإذن الله إن شاء الله وأنا ساعدت بيكم الأستاذ حنين متحدث الإعلامي للأكاديمية الأوروبية للاستشارات والخدمات التعليمية والباش مهندس أشرف ساعدت بيكم في لقاءنا وإن شاء الله مزيد مننا اللقاءات المسمرة في توابع الخدمات البحثية والاستشارات اللي بتقدمها الأكاديمية أعزائي المشاهدين انتظرونا فاصل وركان لكم تاني من برنامج قضايا أسرار